من بيروت ينضم إلينا الدكتور رئيف خوري أستاذ محاضر بالقانون الدستوري والعلاقات الدولية أهلا ومرحبا بك معنا دكتور رئيف أين نحن الآن إلى أين سيذهب هذا المشهد تصريحات كثيرة استهداف عقيل وأيضا وفقا للإعلام الإسرائيلي أو وفقا لأكسيوس نقلا عن مسؤول إسرائيلي بأنه تم القضاء على كامل القيادة العليا للرضوان وعددهم عشرون قائدا بالإضافة إلى عقيل ما المتوقع الآن لم يعد الموضوع موضوع تطبيق 1701 أو أي حلول سياسية أو ديبلوماسية أو حلول حبية اتجهت الأوضاع نحو العمق ونحو مسألة وجود أن ما يجري اليوم سواء في الضحية الجنوبية أو في جنوب اللبناني وفي البقاع الشمالي وفي استهداف كسيف بغارات تتجاوز المائة غارة في اليوم الواحد وضرب المخازن وضرب المستودعات والقيادات أصبح الأمر يتعلق بالوجود هل يترى يبقى هناك ميليشيا موازية للدولة اللبنانية وللجيش اللبناني على الأرض اللبنانية أم لم يعد الأمر مسموح بأن يكون هناك مجموعة موالية لإيران تجر لبنان وتجر المنطقة إلى أهداف وأجندة إيرانية لا علاقة لها بها لا علاقة للبنان بها ولا علاقة لفلسطين بها إنما الشماعة أو الشعار هو مساندة غزي ولم يبقى من غزي أو من حكم حماس والجهاد في غزي أي أسر وبالتالي أن الاستمرار في العناد والاستمرار في القول بأننا لن نوقف إطلاق النار هذا هو البيت القصيد وهذا هو المأزق المأزق الذي يعيشه اليوم حزب الله هو أنه لا يستطيع الاستمرار مع هذه الخسائر التي تطال فرقه وقواعده وتنظيمه ومخازنه وجيشه وتنظيمه بالكامل وبذات الوقت لا يستطيع أن يتوقف لأن الأجندة الإيرانية تضعه في بوز المدفع لكي تتفاوض مع الإدارة الأمريكية ومع الغرب عامة حول مواضيع وأجندة إيرانية لا علاقة للبنان بها ولا علاقة للقطاع قطاع غزة بها تتعلق بموضيع البترول وتصدير النفط والموارد النفطية وأسعار النفط وتتعلق بالتخصيب النووي وبالعلاقة مع الروسية والحرب الأوكرانية وتصدير السلاح واستعادة الانتاج النووي التخصيب النووي إلى داخل إيران إلى ما هناك من مشاكل إقليمية ودولية وما مجيء بازاشكيان والإتيان ببازاشكيان كرئيس لجمهورية إيران مع فريق العمل المنضوي تحت رايته وتصاريحه بأنه يمد اليد إلى الإدارة الأمريكية وأصبح الأمريكي أخ للإيراني هذا كان آخر التصريحات التي صدرت من بازاشكيان وعليه هذا التصريح ربما تتم قراءة الكثير من المواقف التي من الممكن أن يحكى بها بشكل مستقبلي يقال بأن إيران من الممكن إذا ما أرادت تحقيق بعض المطالب والغايات لها وتغيير أوضاعها لأنها ربما أرهقت من العقوبات أو الحصار المفروض عليها فهي تضحي حتى بأذرعها حينما يستدعيها الأمر إلى ذلك موضوع أنها تمنع حزب الله من استخدام الصواريخ الباليستية وهي لا تريد دائما تقول أن تتسع هذه الرقعة وهو يأكل الكثير ويتلقى الكثير من اللكمات والضربات القاسية ألا يعتبر بأنه ضحي به؟ هل هناك تضحي به أكثر من ذلك من قبل إيران؟ إيران تستعمل جميع الأدوات من الحوسي مرورا بالحشد الشعبي وبالزينبيين والحسينيين والفاطميين وصولا إلى حزب الله ووصولا امتدادا إلى حماس والجهاد وقود في الأجندة الإيرانية إيران لا تعير أي اهتمام لأي تنظيم من هذه التنظيمات وتعتبر بأن إنشاء هذه التنظيمات كانت لدرء الأراضي الإيرانية والجغرافية الإيرانية عن أي اعتداء وأيضا قاوموا أنتم وقاتلوا ونحن نقطف سمار قتالكم ونضالكم وجهادكم ونتفاوض مع الولايات المتحدة حولكم وحول جهدكم وحول بلدانكم وهذا ما تفعله مع حزب الله اليوم عندما تستمر بيدفع حزب الله بحرب المساندة وبحرب الإشغال وحرب الاستنزاف التي تحولت استنزاف لحزب الله واستنزاف للشعب اللبناني وللبيئة اللبنانية ولبيئة حزب الله في الجنوب تستعمل حزب الله للقول لأمريكا أن إما أن تتفاوضوا معنا وبشروطنا وأن تلبوا بعض شروطنا وإلا سنضطر لحنا لاستمرار حرب الاستنزاف من جنوب لبنان نحو شمال إسرائيل إنما هذا الموضوع يتطلب أيضا أن تكون إسرائيل قابلة وللأسف إسرائيل غير راضية بهذه الشروط ولا غير راضية بهذا الوضع ولا تتطلع أبدا إلى تطبيق 1701 الذي لم يعد يلبي حاجة إسرائيل وبالتالي تتطلع إلى مسألة فرض هدنة طويلة كما جرى من العام 2006 حتى أواخر العام 2023 أو كما 17 عاما أو أن ترجع أن تعيد فرض ميزان قوى جديد وسياسة الردع ليس فقط تجاه حزب الله كما جرى مع سوريا وكما جرى مع العراق تفرض هذه السياسة سياسة الردع وسياسة فرض ميزان قوى جديد على إيران وأن ما جرى في طهران من اغتيالات ومن إعدامات وأيضا من إصابة الصهان وجوار الصهان وما جرى في الحديدة وما يجري في العمق اليمني هي أدلة على أن إسرائيل لم تعد طرد بهذه الحلول النصفية لأن الموضوع تعلق بوجود إسرائيل ككيان وأن الهجرة من شمال إسرائيل من جنوب لبنان إلى الوسط أو من جنوب إسرائيل إلى الوسط سيقود حتما فيما بعد إلى هجرة من إسرائيل إلى خارج إسرائيل وهنا لب الحديث لأن إسرائيل كيان قام أساسا على الهجرة من الخارج إلى الداخل ولا تستطيع إسرائيل تحمل هذا الوضع الشيء ترجمة نانسي قنقر